اشتركوا في القناة بهذا الدريس راح ناخذ تمارين الموضوع السابق احنا حدينا كم تمارين لقد عدنا تمارين خاصة بالموضوع السابق راح نتناولهن اسا ونخلصهن حتى نبلش بالموضوع الجديد عدنا بكتاب الطالب صفحة داعيش يقول لك عند complete انظر واكمل احنا هنا شعدنا يريد من عدك تخلي ضمير فاعل وتخلي علم الدولة بس المطلوب شنو ناشناليتي جنسية فالجملة الاولى what nationality is he باعتبار هذا ولد فعوضنا بالضمير he فلما نجاوب شنقول he is he is japanese هو ياباني باعتبار هذا علم اليابان هو يريد ناشناليتي يريد جنسية فالطينات جنسية ما يصير اقول he is japan ما تره نجي للجملة الثانية هذه الصورة او هادي ابنية صورة ابنية فالابنية بما نعوضها باعتبار ضمير بالضمير she فلما نقدم السؤال فاش راح يصير what nationality is she what nationality is she فاش راح أجاب اول شي هذا العلم يا علم علم تايلند فاحنا المطلوب شنو مطلوب ناشناليتي فما يصير اقول تايلند لازم مطيج جنسية مع تايلند فاش يصير she is thai هي تايلندية هنالا بالصورة الثالثة عدي اثنين بنات فذولهم مو مفرد دولة جمع قلنا عدنا ضمير فاعل اقدر اعوض مكان الجمع العاقل وغير العاقل فذولة اثنين والدي يعتبرون جمع عاقل اذا تذكر اي ضمير اعوض مكان اسم العاقل الجمع اللي هو good what nationality are they مو is الار تاخد they والذي تاخد هار واضح فاش راح يكون جاوبي they are هذا عالم فرنسا بس مطلوب شنو nationality they are french هم فرنسيين واضح ثلاثة what nationality are you ننتبه what nationality are you ما هي جنسيتك يعني قاعد يقول لك هنا بمعنى هاي الصورة بمعنى هاللي هو انت يوم معناها انت فاحنا شقلنا قلنا كل يو في السؤال تقلب الى i في الجواب صح فاش راح يكون جاوبي i am هذا عالم العراق فاشن الجنسية i am iraki ستقول السادة الار وان صارت احنا شا اتفقنا اتفقنا بان ال i ما تاخد r تاخد am i am iraki عدنا بكتاب النشاط تمرين مشابه لهذا التمرين كتاب النشاط صفحة تسعة تمرينسي what nationality are they ما هي جنسياتهم write sentences اكتب الجمال هنا ما يحتاج سؤال وجواب قبل يعني عبارات الجنسية قبل هس احنا هنا ذول اثنيا عوضناه مبدي هنا طبعا هذي اختصار لحرف ال a وهذه الكلمة جايتني اصلها r they are japanese خليت they باعتبار ذول جمع اثنيا واضح؟ هذا عالم اليابان فالجلسية شنو japanese وشن المطلوب nationality هس احنا هنا هذا عالم العراق وهذا ولد بمن عوض الولد ضمير الفاعل اللي هي فشن رح تكون جمالتي he is iraki iraki حسب عالم الدولة الولد عوضته بالضمير هي ثلاثة صورة ابنية وهذا عالم تايلاند فشن تكون جوابي she is tai she للبنية و tai nationality mal تايلاند هنا هذي نلاحظ ثلاثة ذول اثنيا بنات ذول جمع قلنا جمع بمن عوض بيا ضمير ضمير الفاعل they والذي اش تاخذ they تاخذ are they are هنا عالم فرنسا they are فرنج المثال الخامس هنا هذا ولد فعوض بضمير الفاعل وهذا العالم عالم انجلترا او بريطانيا فالجنسية مال انجلاند اللي هي انجلش واضح هسا انتبه لي عندنا كتاب الطالب صفحة 12 where is it from من اين هذا طبعا هذا الدرس كلش مهم كلش مهم هنا عندنا مجموعات مجموعات عندنا food وعندنا animals عندنا يعني كلمات تخص الطعام وكلمات تخص الحيوانات واضح فهي سهل هنا كلش اللي هي طعام عندك بانذا اللي هي animal حيوان واضح فاقل لي ذني شنو اصل هن يعني وين موجودات هنا عندنا كلش اللي هي وين البلد بالعراق مزقوف اللي وسمك المزقوف ايضا وين موجود اراك ما كوروني المع كورونا وين ايطلي بايطاليا كاري اللي هي البهارات الحارة وين موجودة انديا باندا دبل باندا وين موجود او وين مشهور چاين بالصين احنا احنا هنال الـ ايجا انت افريكا موجود بآسيا بقارة آسيا قارة افريقيا انتبه الفيل موجود بقارة آسيا قارة افريقيا كانغر اللي هو الكنغر اللي هو موجود استراليا موجود باستراليا واضح دني كل كلمة اللي تخص الطعام او تخص الحيوانات نربطها بالبلد اللي مشهورة بي واللي موجود بي زيان اشلون يجي نصيغ الامتحان بهذا الموضع اما تيجيك على شكل true false او اختيارات او ربط اي بي يعني سنلاحظ carry is from france البهارات او الكاري البهارات الحارة احنا اجينا وان موجودة موجودة بالهند هنا وان نقع يقول لي فرز لاحظ هنا اثنين panda is from china لو india يقول دبل باندا موجود بالصين لو بالهند اكيد وان قلنا بالصين انا نلاحظ الصيغة الثالثة اللي هو يربط لك a b where is mezcouf from where is elephant from هاي مجموعة a مجموعة b asia and africa وهنا اراع فهيسا احنا نريد نربط هسا المزcouf وين قلنا موجود بالعراق فجوابي الواحد b elephant الفيل وين موجود باسيا وافريقيا هش راح يكون جوابي يكون جوابي 1 b 2 a واضح حني هسا راح ننتقل للموضوع الجديد اللي هو want to want to want to معنى يريد او تريد يريد او تريد شنو القاعدة want or wants صديقتها to والto صديقتها الفعل المجرد يعني want ما يجي اذا ما يجي وياها to والto ما يجي اذا ما يجي وياها فعل مجرد ذن صديقات ذن ميت فارق واضح زيان نحسا تقول للساد شنو الفعل المجرد مجرد هو الفعل الخالي من اي اضافة صدع نشو ان خالي من اي اضافة اي ان الفعل لا يحتوي في نهايته على اس اي اس اي دي اي ان جي يعني هنا اللاحظ place blade blank blade وهنا الفعل المجرد هنا هذا بمن منتهي منتهي باس وهذا بمن منتهي بإي دي وهذا بمن منتهي اي ing اذا هو الفعل المجرد اللي هو play واضح فهمنا شن الفكرة زي هس عرفنا شن هو الفعل المجرد اللي بنها يتم اي ان جي ولا ed ولا s واضح ناخد المثلة he wants to study english هنا هنا تلاحظ هنا ال want يجان وراها فعل مجرد لا بي s لا بي ed لا بي ing لا لحظة المثال ثاني they want to play tennis نفس الحالة want to يجان وراها k اللي هو الفعل المجرد اذا تلاحظ want وراها to صديقتها وراها صديقتها الفعل مجرد يقل نذني made far game لاحظ المثال الثالث هنا صديقت نام جي حان he wants to far shopping go logos هم يريدون الذهاب للتسوق انا هنا ش عندي wants to تجين وراها to و to تجين وراها فعل مجرد زيان يقول فعل المجرد go لو goes هذا بمن من من تهي بإي اس الانوان الفعل المجرد go واضح لحظة نثال الرابع they want far the picture to paint لو paint هنا الفكرة تختلف هنا يقول لك two سات فعل مجرد لو قبل فعل مجرد تجين اتباع هنا عند كون تقل نال want شنو صديقتها صديقتها two و صديقتها الفعل المجرد هنا عدي two قبل الفراغ لا إذا راح اختار to paint لو paint شو تقول to paint فهذا جواب راح يكون بالامتحان يجيك على شكل اختيارات يطيق فعل low bs low bs أو يعني بأي اضافة أو يطيق فعل to زات فعل مجرد أو قبل فعل مجرد حسب الموجود حسب ال want إذا ما وياها تو فاتر راح تختار tool فعل مجرد وذا بيها tool راح تختار فعل مجرد قبل حس راح ننتقل موضوع الأخير اللي هو كتاب النشاط صفحة 12 طبعا هذا تمرين مهم جدا 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 تمرين اسقاط مهم إذا كتاب قبالك إذا تطلع الكتاب وترجم الكلمات ورح نترجم الجملة حتى تفهم ويظل لنبالك أول شي عندنا كلمة people اللي هي معناها ناس travel بمعنى يسافر internet اللي هي اللغة books معناها كتب english انجليزي هس هذين الكلمات يقول نزلي عن الجملة لكن يكون تكملي معنى الجملة واضح هس ناقض الجملة الأولى يقول i want to study in the english فراغ أنا أريد أن أدرس الإنجليزي شنو الكلمة المناسبة اللي من هذه i want to study in the english language أنا أريد أن أدرس اللغة الإنجليزية واضح number two there are loads of فراغ الإنجليز هناك الكثير من فراغ الإنجليزي حس أول شي تلاحظ هنا عند دكار لازم عندنا لازم عندنا هنا اسم جمع بي اس يعني اسم مجموع مو ما بي اس فش يقول هناك الكثير من فراغ الإنجليزي راح أقول هناك الكثير من الكتب و عس على اساس ال واضح هناك الكثير من الكتب في الإنجليزي أو باللغة الإنجليزية ثلاثة الكثير من فراغ في العالم يتحدثون الإنجليزية كيف راح يكون الكثير من الناس الكثير من الناس في العالم يتحدثون اللغة الإنجليزية أربع there are loads of songs in فراغ هناك الكثير من الأغاني في لغة in English الإنجليزي هناك الكثير من الأغاني في الإنجليز إذا تلاحظ الكلمات ما جايب هنا من جيبي موجودات أصلا هنا أنا ترجمت معاني هنا ترجمت الكلمات حلي واضح خمسة I want to for to other countries أنا أريد إلى دول أخرى أش راح يكون جاوب هنا أنا أريد أن أسافر إلى دول أخرى واضح ستة there is a lot of English on the هنا لك الكثير من الإنجليزي on the internet في ال internet مثل ما اتفقنا بعد التمرين مهم جدا جدا نحفظ مثل اسمك إلى ننتهى الرسال اليوم أسألكم الدعاء بالتوفيق